أمه أم البنين باب الحوائج أنا شخصياً وأنت وغيرنا أيضاً ما نقدر نصدق واحد يقول أنا طرقت باب أم البنين في حاجة ألمت بي ولم تقضى أقول لإما أنك كاذب أجلك الله وإما فيك خلل في عقيدتك خلل وإلا مستحيل أم البنين صاحبة هذا الجاه وهي باب حوائج عند الله عند أهل البيت ترد أحداً المؤمنون المن يقصدون هل يقصدون السيدة مريم في قضاء حوائجهم سلام الله عليها وهي أهل لذلك لا ما يقصدون مريم سلام الله عليها عيسى عليه الصلاة والسلام كان ولا زال وجيه عند الله وفي الآخرة وجيه لكن الناس إذا ألمت بهم حاجة يقصدون المسيح سلام الله عليه وهو أهل لذلك لا يقصدون أبا الفضل العباس سلام الله عليه يجي يوقف المؤمن قدام العباس وكام شباب أم البنين في الحرم ويخاطب العباس يقول له يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربتي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربتي شلون مكانة عظيمة هذه لأم البنين بما آثرت وضحّت وأحبّت وأعطت وأنكرت ذاتها في الإمام الحسين سلام الله عليه قدّمته على نفسها كيف لا تحظى بهذه المكانة عدها أولاد أعزاء في لذة كبدها نور حياتها قرّت عينيها في الدنيا ما سألت عنهم أبدا جل سؤالها على أبي عبد الله سلام الله عليه شلون مكانة عظيمة هذه لأم البنين ولولدها العباس سلام الله عليه